ايه زي ايكم مشابهين عاملين ايه? معكم عمر من موقع فرماكوبون. النهاردة هكلمكم على الدواء اللي انا متحمس له بصورة كبيرة جدا وهو كزم ارن ايه لعلاج الصبع الوراسي. كنت عملت الفيديو قبل كده بتكلم ازاي الدواء ده بيشتغل? ايه هي النتائج المبداية بتاعته? سواء بالجرعة الوليلة او بالجرعة العالية. وكان المفترض الدواء ده ينزل الشهر الحالي. بس الاسباب معينة فموعد نزوله اتأجل والمفترض ان هو هينزل في اول شهر مايو اي في اول الشهر الجاي. ففي الفيديو ده هيكلمك على السعر بتاعه. سواء السعر العالمي او السعر المتوقع لها هيكون كام في مصر. والاماكن اللي هيكون متوفر فيها شراء كوزم ارن ايه. طبعا لو انت جديد هنا في القناة ياريت اعمل لايك وسبسكراب للقناة عشان يوصلك كل جديد. كيبدأ المعلومات اللي في الفيديو ده مش من موقع الشركة او مسلا مش من دراسة معينة. لان انت لو دخلت على موقع الشركة المصنعة لكوزم ارن ايه. هتلاقي ان هي عبارة عن ويب سايت او صفحة فيها تسجيل لنيوزليتر فقط. انما اللي موفر لنا المعلومات ده هو يوتيوبر ودكتور باسم فيدي. اللي اتناقش او تكلم مع مسؤولين في الشركة. وقالوله ان الدواء المفترض ان هو ينزل في شهر مايو. والسعر المتوقع ليه هيكون سبعة وستين دولار كل شهر. يعني لو انت هتمشي على كوزم ارن ايه فانت المفروض هتدفع سبعة وستين دولار كل شهر. طبعا مسلا بالنسبة للناس اللي عايشين برا فده سبعة وستين دولار زي سبعة وستين جنيه. انما بالنسبة للمصريين وخاصة ان الدولار بقى سعره عالي. والجمالك سعرها عالي. فده هيدرب سعر كوزم ارن ايه الضعف. ده غير ان هو اصلا حتى بتكلفته اللي هي سبعة وستين دولار. يعني حوالي الفين جنيه كل شهر. ده بالنسبة لناس كتيرة تكلفة علاجية عليه جدا. وبرضو في نقطة محيرانة في الرسالة اللي اتبعتت لي فدي اللي هو اليوتيوبر اللي بقول لك عليه. ان منذوب الشركة كان بيقوله ان الدواء المفروض ان انت تستخدمه مرة كل اسبوعين. مع ان الدراسات اللي اتعملت على المنتج ده لقيت ان افضل نتيجة بتحصل عليها لما بتستخدمه مرة في الاسبوع. فقال هما مسلا هيعلوا التركيز مسلا العشرة ملي جرام بدل خمسة ملي جرام اللي كانت في الدراسات. ولا هما شافوا ان خمسة ملي جرام كل اسبوعين لها نفس او نفس الفعالية بتاعت. وآآ مرة كل اسبوعين. الله اعلم لان ما فيش اه اخبار او دراسات اه اتنشرت على المنتج ده بعد الدراسات الاولية اللي اتعملت عليها. طبعا اه للناس اللي ما تعرفش فالمفترض ان الدواء ده هيكون نتاجه مقربة لالفناصريت بدون اي اعراض جانبية او على اقل الشركة بتزعم كده. بس الدواء هيكون متوفر كمستحضر تجميلي وليس كعلاج. عشان كده ده يفسر آآ ليه الدواء ده بقى متوفر في الاسواق بسرعة آآ وما اضطرش العلماء او الباحثين ان هما يعملوا عليه تجارب كلينيكية كتير. وعشان تكون برضو آآ شايف الصورة كاملة. فدواء زي الفناصريت المفترض ان هو بيزود لك تسعة شعرات لكل سنتيمتر مكعب على مدار اربعة وعشرين اسبوع من استخدام الفناصريت. والمفترض ان انت بتحصل على افضل نتيجة او بتاعت نتائج الفناصريت بعد سنتين من الاستخدام المتواصل. والدراسات برضو اثبتت ان نتائج الفناصريت بتفضل مستمرة معاك حتى لو فضلت تستخدمه عشر سنين. في المقابل ده ومسلا زي في الدراسات المبدائية اللي اتعملت عليه. اللي هو اعتبر مضاد اندروجين موضعي. بيزود كثافة الشعر بمدار خمستاشر شعرات اياء لكل سنتيمتر مكعب على مدار اربعة وعشرين اسبوع كفترة علاجية. عشان كده في ناس كتيرة بتحب البرلوتامايد وبتقول ان هو هيكون في الصورة الجديدة لعلاج الصلاة على الوراسي. بس لحد دلوقتي فالبرلوتامايد مش حاجة قريبة. مش حاجة مسلا هتنزل الشعر الجاية. كوز ما ارى ان هي بقى في المقابل المفترض ان هو بيزود لك حوالي تمانية واحد من عشرة شعراية لكل سنتيمتر مكعب. يعني حوالي تمن شعرات لكل سنتيمتر مكعب على مدار اربعة وعشرين اسبوع من العلاج. طبعا دي نتيجة قريبة جدا من نتيجة اللي هي التسعة شعرات لكل سنتيمتر مكعب. ومن غير الاعراض الجانبية فانا شايف ان كوز ما ارى ان ايه ممكن يكون او مغري لفئة كبيرة من الناس وخاصة اللي بتعمل لهم اعراض جانبية. طبعا السعر انا قلت لك فاقول الفيديو ان هو هيكون حوالي سبعة وستين دولار في الشهر. اه ده مش معناها مسلا انك هتضرف في تلاتين مسلا اه ده لو الدولار فضل بتلاتين جنيه. فانا تقديري ان هيكون سعر لو نزل في مصر انه هيكون يتراه سعره ما بين اربع تلاف لخمس تلاف ونص جنيه مصري هتتفهم في الشهر على العلاج ده. فدي تكلفة علاجية كبيرة جدا وضخمة. وانا شايف ان اي حد مسلا هيجرابه في مصر او الوطن العرب هيكون شريحة محدودة جدا. مش مش كل الناس هتكون قادرة ان هي تدفع تمن العلاج ده. بالنسبة بقى لاماكن التوفر فهو المفترض انه هو هيكون اه بيتباع على امازون. يعني هيكون موضة واجد في امازون بريطانيا. ممكن تطلبه في مصر بس تدفع الجمارك والرسوم من امازون اه يو كي. طب انا الرأي ايه في حاجة زي دي? هل مسلا انا شايف ان هو هيستاهل انك تدفع في المبلغ ده? لو انت مسلا في مصر او في معظم دول الوطن العربي ولسه بادئ في رحلتك لعلاج الصالح الوراسي فانا شايف ان الخيارات اللي احنا اه عندنا اللي هي الفناصراد والمينوكسيديل والدنمارولار اه والشامبات اللي كلمت عليها في القناة. هتكون خيارات افضل ليك من انت تروح تدفع فلوس كتيرة جدا في دواء زي الكوزما ارن ايه. هو هيكون غالبا اه الاشخاص اللي هيشتروا المنتج ده الاشخاص اللي يخايفين من العرض الجانبية من الفناصرايد او المينوكسيديل او عايزين يجربوا حاجة جديدة زي حالتي مسلا كده او جربوا الفناصرايد ولان يكون السبب مش قادرين ان هما يفضلوا مستمرين عليه. فاكتبوا لي تحت رأيكم في الكومنتات هل اه لو كوزما ارن ايه نزل في مصر او في الوطن العربي بالسعر ده اللي هو السبعة وستين دولار كل شهر او العبوة اللي بمتين دولار كل تلات شهور هتشتروه ولا لا? ولو اي حد اداني ابديت عن استخدامه للمنتج ده فانا هحاول ان انا اشعر لكم النتيجة على اسرع وقت ممكن على القناة. فما تنساش تعمل لايك وسبسكراب للقناة عشان يبصلك الفيديو ده اولا منزله. بس كده اتمنى الفيديو يكون عاجباك. لو عندك استفسار سيبوه تحت في الكومنتات. ولحبس الشر ومطابعة الالكترونية فهتلاقي في الدسكريبشن وبس كده اشوفكم في الفيديوهات الجاي.